يعني بالتأكيد هو يستطيع أن يفتح جبهات أخرى يعني لا نريد أن نقلل من الواقع العسكري لإسرائيل أنت في النهاية أنت تتعامل مع جيش محترف لديه إمكانات وقدرات للأسف أن نقول هذا ولديه وفرة قوة في الاستخدام صحيح أنه فشل فشل زريع في غزة لكنه استطاع أن يتواجد فيه القطاع حتى الآن هو صحيح لم يصل المحتجزين ولا لقاضة حماس لكنه قلص مساحة القطاع احتل القطاع أمامه معركة طويلة ممتدة لكن الحرب على جبهات أخرى تستطيع إسرائيل بما لها من وفرة قوة وإمكانيات وقدرات عسكرية قتالية أن تدخل في حرب على أكثر من جبهة هذا قد يلقى ذلك تأييدا دكتور طارق من العسكريين يعني لا نريد أن نهول أن هناك مساحات كبيرة أستاذ حسين في الخلافات بين المستوى العسكري والسياسي الخلافات مهنية ويجب أن تفهم في هذا الصياق يعني الخلافات هي خلافات مهنية لكن في النهاية نتنياهو كرئيس وزراء الإسرائيلي هو من لديه الصلاحيات للتعامل وبالتالي هو الذي يتعامل الخلافات بين قادة أجلسة المعلومات بشأن الصفقة والترتيبات الأمنية الجارية في قطاع غزة وفيها حتى الحرب المحتملة على لبنان هي خلافات مهنية المستوى العسكري والسياسي في إسرائيل هذه أمور ميديا متعلقة بها الإعلام الإسرائيلي يريد أن يهول منها أن هناك معارض وما إلى ذلك وحضرتك تعلم أن الخلافات تبقى في إطارها المهني حتى هو يرتب لوزير دفاع خارج وزير دفاع الحالي جالينت وهو يتحدث مع جدعون ساغر ويتحدث مع آخرون على أنهم يكونوا بدلاء فبالتالي أنت تتعامل مع سياسي ماكر لديه إمكانيات وقدرات لكن الخلافات الكبيرة التي نتصورها ما بين المستوى العسكري والسياسي محدودة وفي إطارها الجيش والمستوى العسكري ويت الأركان وعدد من القاضة لا يريدون حربا بطبيعة الحال وريدون أن يستريحوا بعض الوقت من غزة ثم ينتقلوا إلى مسارع عمليات أخرى لكن الوضع بالفعل خطير وبالتالي أنا أعتقد أنه الرهنات على العملية العسكرية التي ستتم وإطارها وشكلها في النهاية الجيش المستعد لهذه العملية أخطر ما يمكن أن نراهن عليه هو موضوع الوسطات الولايات المتحدة أو فرنسا أنها تدخل على الخط لتهدئة الأوضاع لكن لا أعتقد أن الوسطة ستنفع مع أو ستفيد الآن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نيتنياو لديه فرصة ذهبية حضرتك لتعطيل كل ما يجري والذهب لعمل عسكري في لبنان ترجمة نانسي قنقر